إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتبعين القناة طيور الزينة في كل مكان اهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن اهم فترة لمربيين العصفير وطيور الزينة الفترة دي هي الأيام الأولى من الفقس لفروخ العصفير واللي معظم المربيين بيشتكوا منها من موت الفروخ خصوصا بعد الفقس أول يوم وتاني يوم والموت ده شباب بيبقى من أهم أسبابه عدم خبرة المربي في تقديم الوجبات اللي تناسب الفروخ في الفترة دي لأن العصفير في الطبيعة ربنا خلقها فهمة بالفترة ايه الطعام المناسب لفروخها في الفترة دي وبتالي بتطير وبتدور على الطعام المناسب اللي تقدر تاكله وتروح تطعم به الفروخ بتاعها أما تربيه الطيور الزينة في الأسر ان تفاصل عنها حرية الاختيار في أنها تختار الأكل اللي يناسبها أو أن هي تنوع في الأكل بطريقتها فبتلاقي أن بعض المربيين ما بيفرقش معاهم في التربية إذا كان العصفور تحته فروخ أو ما تحتوش بيقدم الأكل وخلاص اللي هو متعود عليه في النظام الغذائي اللي بيقدمه له الطيور واللي بيبقى أساسي الحبوب يعني معظم الهواء اللي بيحصل معهم المشاكل دي بيبقوا معودين طيورهم على الحبوب بس في فترة حضانة الزغالية والحقيقة أن الحبوب في الأيام الأولى من الفقس بتبقى صعبة الهضم جدا على الأهالي والفروخ لأنها بتحتاج مجهود جامد من الجهاز الهضمي واللي الفرخ الصغير بيبقى غير قادر على المجهود ده وهو لسه خارج من البيت بيبقى عايز حاجة سهلة الهضم عليه وفي نفس الوقت تكون فيها إيمة غزائية عالية عشان يستفاد منها الطير وينمو بشكل طبيعي وفي الفيديو ده هعرفك الوجبات المناسبة في الفترة اللي هي أول أسبوع من الفقس وكمان الوجبات اللي لازم تبعد عنها في الفترة دي أول وجبة وأهم وجبة لازم تتقدم للطيور في الفترة بعد الفقس مباشرة بتجاهز بيها الأهالي أن هي تزوء الزغليل هي وجبة البيت بالبقسمات الوجبة دي مهمة جدا ومفيدة جدا أنها تتقدم للطيور اللي بتأكل زغليل مرتين في الأسبوع لأنها غنية بالبروتين والكالسام وكمان سهلة الهضم على الفروخ الصغيرة فعشان كده لازم تتقدم مرتين في الأسبوع تاني حاجة هي العيش الفينو أو العيش البلد الطري وده كمان سهل الهضم على الزغليل وكمان بيمدي جسمهم بالكاربوهايدرات واللي برضه بيحتاجها الجسم مع البروتين عشان حجم الفروخ يبقى كويس ووزنه طبيعي ووجبة العيش يفضل أن انت تقدمها مرة أو مرتين برضه طول ما العصفير تحتها فروخ صغير تالت حاجة هي الحبوب المنقوعة أو المستنبتة أو المسلوقة والوجبات دي برضه ايمتها عالية جدا وبرضه سهلة الهضم على الفروخ الصغيرة والحبوب اللي احنا بنستخدمها سوى منقوعة أو مستنبتة أو بنسلوقة هي الأمح والدرة العويجة والحلبة والدرة الصفرة دي كلها حبوب ممكن تستخدمها سوى مسلوقة أو منقوعة أو مستنبتة ايمتها الغذائية كبيرة وكمان زي ما قلت لك سهلة الهضم برضه من الوجبات المهمة اللي لازم تدها للطيور لو هي موجودة وموسم زراعتها شغال هي الدرة الناية الدرة الناية مفيدة جدا برضه للطيور وكمان سهلة الهضم على الفروخ الصغيرة وبتفيدهم كتير وبتفرق معاهم كتير والوجبات اللي انا قلت هالك دي هي اللي المفروض تهتمي بيها فأول اسبوع من الفأس وتقدمها للطيور يوميا وتنوع ما بينها يعني يوم تد للعصفير بيض يوم تد للعصفير حبوب منقوعة يوم تد للعصفير غيف عيش فينه تنوع ما بينهم بحيث ان انت الطير ما يمردش عندك من وجبة معينة انك تقدمها له كل يوم يبتدي يسل ويجي له نزلات معاوية تنوع ما بينها وبالوجبات دي تخفف اجبال الطيور على الحبوب اللي بتبقى صعبة في الهضم على العصفير نيجي بقى للوجبات اللي لازم نقلل منها او نمنعها بالاخص في اول اسبوع ما ينفعش نضفها للطيور نهائي الوجبات دي هي الخضروات عامة ما تحاولش تدي في اول اسبوع اي خضروات للطيور خالص لانها بتسبب للطيور الاسهال والنزلات المعاوية تاني حاجة الفواكه الفواكه ممكن ما تمنعهاش تقدمها للطيور ولكن تقدمها بكميات قليلة جدا لان كترها برضو بيعمل في الفترة اللي هي بعد الفأس على طول اسهال للطيور وبرضو ممكن يعرضها للمرض والنظام ده يا شباب اللي ممشي على طيوري والحمد لله ان نتيجته بتبقى كويسة ونسبة الوفيات بتبقى قليلة جدا بسبب ان انا بسهل على الفروق الصغيرة وبديها الوجبات دي ان هي تسهل عليها عملية الهضم وكمان كل الوجبات دي زي ما قلتلكم امتها الغذائية عالية جدا وكده فيديو النهاردة يا شباب قلص اتمنى اكون فتكم بالفيديو واتمنى منكم ما تنسونيش بالدعم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك على الفيديو لو عجبك او استفدت مني شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته